بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتر المستنين اليوم إن شاء الله نكمل شابتر 2 لكتشر 8 الأخير شوفي دائما الباوندوري كونديشن شوفي الراجيشن والانترفيس الباوندوري الراجيشن باوندوري كونديشن لاحظة نحن عندنا هذا الول لهذا السيرفس فيه راجيشن والسيرفس هذا كمان فيه عليه راجيشن إذن من هذا الناحية الهيت الموجودة عندنا أصلاً في الول الهيت الواصلت من وين واصلت من الراجيشن إذن كل الهيت اللي وصلت بالراجيشن انتقلت إلى الول تساوي الراجيشن at the surface in the same direction تساوي الراجيشن الواصل من هذا الاتجاه إذن الكوندكشن هذا هو الكوندكشن وين عند الـx تساوي الصفر هنا عند هذا السيرفس وهذا هو كمية الراجيشن عند الـx تساوي الصفر هذه T surrounding إذن كانت موجودة وفي نفس الشيء موجودة عندك في الطرف الثاني اللي هو عند الـx تساوي L عند الـx تساوي L هلأ بدنا نشوف الـinterface boundary condition لاحظ في عندي material A قطعة ألمنيوم مثلاً وجنبها material ثانية قطعة محاس B وهذا الـinterface فيما بينه هذا هو نقطة التقام The boundary conditions at an interface are based on the requirement that هنا ما يحتاج يقولهم لك معروف لازم تكون درجة الحرارة two bodies in a contact most have the same temperature at the area of contact مش هذي هي الـarea of contact هذه هي قطعة التقاء لثنين أو تلامسهم فلازم تكون درجة الحرارة TA للجسم A هذي عند الـx تساوي 0 عند الـx تساوي 0 تساوي درجة حرارة الـB هنا عند الـx تساوي 0 إذن لازم نتعلم أن نكون متساوي نفس الشيعة للـheat flex الـheat الواصلة من هنا الـconduction الواصلة من هذا الميتجوم A هو نفس الـconduction الجاي من الداخل في الميتجوم B إذن هذه هي الـQA عند x تساوي 0 وهذه هي الـQB عند الـx تساوي x0 أن الـinterface cannot store any energy هذا الـinterface ما يمكن يخزن الـenergy and thus heat flux on the two sides of the interface must be the same لازم الحرارة الموجودة هنا تنتقل إلى الثاني إذن في عندي هنا two boundary conditions كافي لين بأنهم يحددوا للثوابت الموجودين في المعادلة اللي عندي أصلا معادلة التفاضلة اللي حليتها وجوني في الثوابت كافي لأن هذه boundary condition تحلي هذه المعادلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا